دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتز عماء مجموعة دول العشرين دعاهم لتحمل مسؤولياتهم بإعادة ضبط أزمة المناخ التي تخرج عن نطاق السيطرة من خلال إعادة تشكيل القواعد المالية العالمية التي لم تصبح عادلة على حد قوله وقال جوتريتز في خطاب القهف يدلهي العاصمة الهندية التي ستترأس مجموعة العشرين إن أزمة المناخ تتفاقم بشكل كبير لكن الاستجابة الجماعية تفتقر إلى المصداقية والإلحاح مشيرا إلى أن ثمانين بالمئة من الإنبعاثات مصدرها دول مجموعة العشرين أزمة المناخ تتفاقم بشدة لكن الاستجابة الجماعية تفتقر إلى الطموح والمصداقية والإلحاح دول مجموعة العشرين مسؤولة مجتمعة عن ثمانين بالمئة من الإنبعاثات العالمية وأنصاف التدابير لن تمنع الانهيار الكامل للمناخ المنظومة العالمية عفى عنها الزمن وغير عادلة إنها بحاجة إلى إصلاح هيكلي عميق ويمكن قول الشيء نفسه عن مجلس الأمن